الحفاظ على اللقب لربحتوه السن الماضي على بيروت فيه هيك عدة مواضيع بدنا نحكيها وحسب مندع شو بتعطينا مواد هيك شو بدك بلش؟ تمام اول شي قبل ما نبلش حلقتنا والاسئلة هيك المعتادة راضي انت على تقليعة فريق الشباب يعني تمنى انت صارت مع هزيمة راوي لحقلك شغلة معلي بكل تواضع يعني نحنا صار عنا خبرة كفية ونحنا منحط الجولز تيعوننا اول السيزن ومنصبر لاخر السيزن لنقيم الفريق يعني تقليعة ما بتهمنا قدما كيف منخلص عرفت شو وبعدين منقيم نحنا ليش صار معنا واحد ليصار معنا اثنين ليصار معنا ثلاثة وما بدنا نق يعني بس انه في اصابات صارت معنا بعد الهلا ملعبنا ولا جيم نحنا بفريقنا الكامل انت بتعرف في اجنبي شوفني بمستوى معين اثبت ان الماتشات القوية منه جاهز يحمل اميس الرياضي كمان طرينا نغيره وفي كتير امور بدك تجرب تعمل بري سيزن لتستفيد منه بمحل ما استفدنا وبنفس الوقت بتصير بتشوف كيف بتطور فريقك لما بلش الموسم مع اساية مباراية التلعبه تتكون انت وقته توصل للمرحلة الحاسمة تكون جاهز بيكون فريقك بافضل وضع ممكن وانت كل عالم عم تشوف كيف الفريق كإدارة نحنا عم نجرب قدمة فينا نصلح الاغلاطي اللي شفناها وما منشوفها الا من المباراية وع اساسا متقيم اخل الموسم مش اول موسم يعني اكيد اصلا رياضي معروف عنه انه في سيزن خلصت ورابعة اكتر بحطة بطولة زمانة ثلاثان ريكي ليدو حدثت هلأ مرادين عنه اكيد 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 وبعده موصل القمة تاعته انا برأيي الشخص يعني لعب خبرة كبيرة لاعب مستوى عالي بس له فترة شوي اذا بدك اعتوف شايب يعني بعد ما وصل للبست شايب بتاعه بس مبين انه لاعب بيستاهل يكون بالنيد الرياضي وقدر يعطينا كتير انتو ملعبتو مثل ما انت قلت من اول سيزن حتى كان كنت جعجع معي من فترة قل انو نحنا حتى لبري سيزن ملعبنا ما كنت كامل ولا مرة بالتمرين رحتوا عبطوا العربية كنتو نقصين بلا جون بلا امير يعني صحيح اليوم امير رجعت تمرين امير رجعت تمرين شوي شوي يعني اخي تمرين اعمل نصة اوكي بقى شوي شوي ما نستعجل بيجعم قللك يعني نحنا في عنا طولة البال وهلأ بوجود واقل كمان بمحل ما صافيا نصبر اكتر على امير ما نستعجل عليه ممكن نستعجل عليه اول سيزن بس ظروف فكرنا قادرين يعني مش انو اخدنا ريزك بس يلي صار صار القطع اقطع وهلأ عم نرجع نرجع لعبتنا شوي شوي اخر اصابة لهيك ما كان بالحسبين ابدا هلأ وجود اسماعيل اكيد حيساعد كتير وحيغطي هالقاب مشوار طويل اسماعيل هلأ متى واصل ولا واصل تعرف ماني اكيد مية بالمية ما بدأ اعطيك معلومة غلط بس اذا ما واصل واصل قريبا هايكون معكم بواصل ان شاء الله ايه اكيد اكيد اول مباراة له هتكون مباراة واصل 21 ان شهر امير هايكون رادي مبدأ اياه هايكون رادي ادي حينعطى منتس ادي حياخد منتس عنا عدد لعيبة لا بأس به وكله جاهز وكله قادر ما بدأ ننسى كمان يلي بلشنا فيه الموصم اكزاكلي لا يقله شقا عن امير وعن واقل واوا واوا بس اذا بدك كانوا لحالهم ما فيه سند لانه هلأ صار في عندك واقل صار في عندك الاجنبي برجع بعيد الاجنبي يلي بلش معنا السيزن شوفناه مبارايات يلي نسبة ما استعمل هالكلمة يعني اكيد احترام حدا نسبة بس اقل لفل من غير جيمات كان عم بيعطوا عم بحط 30 و40 نقطة بيجيك بالجيمات الحساسة ما عم بيكون قد الحمل يلي او عم بيحمل الضغط يلي كلنا بنعرف شو هو ضغط قميس نادر رياضي بقى اغيرني هلأ كمان هادا الشي كتير هيفرق يعني ريكاليدو اكيد غير عم بيعطي غير performance عن قولز اكيد بنتشكره على اللي عطانا ايه بس اثبت انه ما قادرين نكمل فيه اترمجوك حيبقى مبدأي الهلأ باقي هلأ باقي طوله عم بيعطي هالمستوى ونحنا مرتاحين معه مرتاح معنا باقي ممكن فيهين الفور شوف تغيير لما جوك ولا ليش عم نستقر اذا الفريق مبين مقلع انا ضد التغيير بس لغير يعني كمان الوقت فرجة واللي بتعاطى الرياضة بيعرف انه الكامستري خاصة بالالعاب الجماعية اهم من كدير قصص ثانية شفنا المغرب شو عاملو الحكمة عنده اموتاج كبير على غير الفرق غير انه اكيد مضيين روستر كتير منيح بس كمان اجانبهن توفقوا فيه من اول موسم يعني اولادي عم يبلشوا بمحال سابقين غيرهم لانه الكامستري صارت اقوى من غيرهم باخر شي شي كتير بسيط بيفرق بين فريق وفريق بالمستويات لما تكون عم بتنافس اخر شي على اللفل العالي اليوم كامستري الى دور كتير مهم اذا احنا هالاجانبي اللي معنا هلأ قادرين نحافظ عليهم ويعطونا اللي احنا طالبينه منهم لاخر الموسم ليه تنغير لماذا اصريتو على عودة واقل نحن نعرف الايميل فنية واقل نعرف واقل حيالة فريق بزا مش الرياضة حيالة فريق بيتمنى يكون معه واقل عرقجة بيكون عم بينافس على النهائي وشو ما بدك بس انتو اصريتو على واقل لان هو ابن النادي الرياضي ولا ان هو مكسب فنية ولا لا في قصة من الجواب انت جوابته انه اليوم حضاي صح الله واقل عرقجة عم بلاعب لبناني عم بيلعب معه بطولة لبنان يعني مش معقول انه ما يجرب يجيبه صح ولا لا شو حالة والنادي الرياضي واقل عرقجة هالتوقمية لكل حياتها موجودة هدي كالسنة ساقبت من جهها انليمت ادارة النادي انه ما خلوله سبوت من جهها انليم واقل كيف لاعب برا كلنا شفتنا ما احدا كان راضي لا ادارة النادي ولا واقل ولا جمهور الرياضي انه واقل عم بيلعب مع فريق تاني غيرنا بقى من هالسنة من اول اخدنا اقرار انه ما احنا عم يغلطة تكسي نحنا نخلي سبوت نحنا موجود وبعدين اذا هالتوقت نفتحت لك الحديث حديث نفتحت الوقت بوقت باكير ما كنا حاسبين لحسيب سأبت واقل صار معه ظروف بالكويت سمحت له انه يجي بوقت ابكر وقدرنا نجيبه عوقت بكير وهذا الشي اكيد فايدنا خاصة انه كان عنا موضوع امير شفنا انه مطول الخبرية بعدين صار معنا كمان هاي كواوا ما بنا نرجع اعد واقل على كم سنة اعد واقل ثلاث سنين اه اما انتوا ثلاث سنين نحن بالنسبة لنا وبالنسبة لواقل هذه السنة السبب الوحيدة لواقل ما مضى رياضي لانه رياضي ممكن مخلاله محل يمكن اكيد المادة فيه الى دور كتير كبير بس اليوم هذه السنة كمان المادة الى دور بس عطول فيه افضلية للنادي هذه السنة صار في اذا بدك ما تقول سوق تفاهم صار فيه ظروف ونحن كمان امكاناتنا كانت ضئيلة ووضعنا الفن كان حساس لما حسينا انه في بيك بوسبوليتي انه او مبدئيا النسبة الاكبر انه ما يرجع على لبنان انه بلا ما ناخدها الريسك ما بنرجع على ورا يعني بس مش انه نحن عارفين واقل جاي ولا ما خلانين له محل اكيد لا يعني اللي عملناها هالسنة هالشاني هالسنة من الاول كان فيه وضوح وعارفين انه اللي صار هاديك السنة ما بنى يتكرر من الطرفين وعاها الاساس اذا بدك نشغل بغير طريقة كانت سلسنة وعما الحمدالله في معركة بينكم كان بيروت فيه معركة بس عطول فيه اولوية يعني اخر شي فيه شي اسمه اه professional اه باسكتبول يعني اليوم بمحل لعب لمستوى وائل وغير وائل مجبورين بمحل لعب كمان يفكروا بطريقة professional birbolet بضل فيه حنين بلقلب هالحنين بخليه هون يضحوا به اذا بدك نسبة معينة بس اخر شي ما فيك تجي تقوله تعالعب ليش مثلا هونيك عم يدفعوه لا او تعالعب بربع ولا نص ولا كزا بس اليوم كل العالم تعرف وعراس السطح وبالعكس واقل بشوف حاله فيها ونحن نشوف حاله فيها انه صار فيه تضحية يعني اذا بدك رفض عرض اكتر من عرض اللي مضي فيه بالنيد الرياضي هذا الشي كله عالم تعرفه وليس بكل جمهور يعرفه يعني اكيد ما عم نحكي ارقام نحنا بس فيه واقع واسماعيل هلا نفس الشي وا 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 بالعكس اسماعيل حتى ما فتح على غير اندية يعني كان فيه ارقام معينة براسه كان فيه وقت انه انا من المم قادر انه هالأدية تكون عنكن وإلا اذا ما قادرين يقولولي تأحكي مع غير اندية اتواصلنا معه قدرنا نوصل لنتيجة على السريع قبل ما يفوتوا عليه غير اندية يعني الحمد لله الوفا بعده موجود وهذا اذا بدك اول اساسية للنادي وهذا اللي خلتنا نحنا من رغم من كل الصعوبات حتى الصعوبات الفنية والمادية هذه السنة نظل عم نقدر نبين انه عم النافس يمكن حتى محلن ما عم نعطي اكتر ما كان عالم منتظره انه نعطي لانه في الولاء لندي بفي شك في شيء ما يسكن لاندية الرياضي ما عليك بدي اسمح لحالي قوله انه اللاعب اللي بينضي الرياضي بيأمن راسه لو ما قبض يمكن المصاري في تأخير شهر بس بيعرف شهرتين حيقبض هذا الشيء اليوم صار فيه يمكن بيروت كمان نفس الشيء ما عم يتأخرا وحتى غير اندية بس اللاعب اللي بدي يمضي مع ندية الرياضي بقول انا لأ بمضي مع ندية الرياضي لو محل ما يمكن بيقبض اقال يمكن وفي تأخير شوية بس معرف مصرياتي محفوظين هذا الشيء كمان الرياضي هذا الشيء راوي يعني من 2004 اللي بالرياضي 2005 ولا مرة سمعت انه اذا تأخروا الرياضي باخر السنة بندفعها بس هيدا الشيء اذا بدك قطعنا بمرحلة يعني قدارنا بسنين لقدرنا ناخد هالسئة يعني اول في فترة الصعبة اللي كلها عندي قطع فيها كمان احنا قطعنا فيها نحنا كمان بمحل الماء ندفع على الوقت بعدين صارنا نتأخر بعدين مرات اذا بدك نسكر الموسم اللي قابلوا بالموسم الثاني بس سنة بعد سنة بعد سنة الكل عارف ان لا ما حيرحلوا شيء بقى صار فيه ساقة اصار فيه اذا بدك راح يتبير الخاصة انه الاشخاص اكتريت الاشخاص المسؤولة بعدها نفسها يعني بقى فيه ساقة باشخاص معينة هالاشخاص بعدها موجودة بالنادي بقى عم يكون مفي خوف اكيد مرات فيه الحمدالله 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 هادي نعمة بس هادي اكيد يعني هادي سبتناها نحنا على سنين طويلة مش انه هيك بس انه انا بوسق فيه لا انه ترنا سبتنا السقة يعني بعد سنين اكيد بيضال فيه واحد عطلين هام وقيده عقل بولا حد ما يقبض بس مرة بعض مرة بعض مرة بتثبت انه انت انسان قد كلمتاك واخر شيء انت قلت لو فيه تأخير بس ما بروح ليرة على حدا يعني الحمدالله تمام طر Rachman ،撫نا عن اسماعيل اسماعيل احمد تقول لي السؤال快is يمكن ان تكون هيك بشاء Fransella بس دوراء اسماعيل اني wontal ryady يريد هذه البطولة من الدون ما فكر باسماعيل يعني دايما الجمهوري المعاكس على السؤال جمهور لضد الرياضة انه ليش دايما بس نربح بطولة أريد ان نفتش على اسماعيل لا نتوقع م esfuerب انا اليوم بس الحل اسماعيلôn ما بفريقane لا أريد إيه فقط تفرج فيه إربح بدونه يعني تبه ما تنسى نحنا في موسم وقته كان فريق الهومانتون الفريق مخيف مرعب كان في إسماعيل وكان في ثلاث أجانب غير إسماعيل أكلم باللمضان والترهاج وآخر شيء ممكن نحنا لو ما تعور عنا سنتر ووائل سوا كان جبل بطولة يعني نحنا ما جايين فرجة للعالم أنه فيه نروح بالإسماعيل هذه قلة احترام لإسماعيل نحنا جايين فرجة للعالم أنه هذا الصبي آخر شيء يعطى كثير للنادي هو ابن النادي كل سنة نحنا هو قادر بعضه يعطي فيها وحابب يكون عنا نحنا بالعكس واجبنا أنه نقول له هاي سبوت لك أهلا وسهلا فيك يعني هيدا الوفا لما تبقى من ليه بدك أنت كمان تعطييه يعني جاد نحنا اليوم ما عم نجيب إسماعيل لأنه قوع نخسر بدونه ولا 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 وما قدرين ومش أنه شغلتنا وعمتنا نفرج العالم أنه راح فيه نربح بدونه لا نحنا الفكرة أنه واجبنا تجاه جمهورنا أول شيء أنه نبني أحسن فريق فينا نبنيه تنجيب بطولة وبنفس الوقت واجبنا تجاه لعبتنا مثل ما هني بعمونا به هالوفا وبيعطونا هالوفا وبيضحفوا لقلنا نحنا كمان بدنا نفرجين أنه نحنا طول ما أنتم حابين تجوا عبادكم هذا البيت مفتوح لقلكم بعد أميس تعليق أميس إسماعيل أحمد في كتير وشي بدي حكيك ايها اليوم ضروري بدي استفيد موجودك بعد ما علقته أميس إسماعيل أحمد بالمنارة وعلي محمود اليوم من الأقرب يتعلق أميس مين بالمنارة في عندك جون عبد النور وعندك ما في زي أمير وعندك ما في زي أمير وعندك ما في زي أمير وانت بك تقول لي بس أكيد في حديث في عندي بلشت تتعلم منكم تتعلق أمصان وتكون وفية نحن ثقة جاي اللي ممكن أصلنا بحقه بس بلشنا بمحل معين وقلنا من هون ورايح بدي بلش نكري اكيد اخر شي اذا كل واحد يعني عطى النادي رياضي وبيستاهل يتعلق أميس وعلقني ممكن ما بسيح بقى السقف عنها بس نحن اخذنا اذا بدك من تاريخ معين في خين نظلم معكم اكيد من هون ورايح خلينا نحن اذا بدك كجيل جديد بالإدارة كمان انه نبلش نعمل شغلة يمكن تكريما لهاللاعب وبلش نها اذا بدك بعلي محمود وبعضه كان في اسماعيل احمد واكيد هلأ كل شخص من هلأ ورايح بالديوء يعتزل باسكتبول بالنادي رياضي يمكن يقدر يعطي بره بغير محل او يمكن يعتزل بشكل عام بس كل شخص بيقولك انه انا خلاص مبدئيا اعتزلت بنادي رياضي ما بقى قادر بدك تكرمه لانه بيستاهل مين الاعرب الوقت بفرجة طول ما هلأ عاملعب عاملعب بعضهم بالنادي تبه بل اذا بدك تحكي عمر يمكن اقرب واحد هو اليوم جاه اكيد بس جاه هو بقى الرئيمة هو بقى قادر يعطي للنادي نهار اللي حاس حاله ما بقى قادر يعطي يعني اليوم فيه لعيبة كمين تبه هي لحالة بتعطي ايميل لحالة وبتعرف حالة نهار اللي حتحس انه ما بقى قادر اعطي انا بالصور اللي انا معاود اعطي عليه يمكن فيه اعطي بره بس انا بعرف اليوم انا بالنادي رياضي فيه منه مطلوب مني انا ما بكون بالنادي رياضي الا ما قادر اعطي هيكي خاصة شخص مثل جاء يعني اخر شيء كابتن النادي رياضي يمكن اكتر شخص ضلوا كابتن بفريق النادي هو جاء عبد النور يمكن اكتر لعيبة اللي خادمة النادي رياضي يمكن اكيد قرب واحد بعدين فيه فيه كزا لعيب استهلتبه بس اكيد مش قصة واحد اجا عطنا سنة سنتين وثلاثة واربعة حدا عطانا القاب وضلوا فترة طويلة وفرجة عن وفا هاي الفكرة الاساسية وكلنا عم نشوف يعني وفا بعدها لهون علي محمود حتى بعد ما اعتذر جاء عن نادي رياضي صحيح ساعدنا موسم اسماعيل لا هلأ حتى انتو كلمة ساحلو يجي بحكينا ع اساس انه هو كان ع اساس وصل لمرحلة انه بعد ملعب موسم موسمين صح واساس يمكن كان مشواره براسنا وبراصه ان يمكن انتهى مع النادي رياضي شفنا انه لا بعضه قادر يمكن دور صغير بس دور بعضه اكتر من كفاية اللي لقلنا ولقلو واخر شفنا عم نقوله هذا بيته بس انتبهت ما أبقى بلعب رقم 10 صح هلا بدير جعي بركب داعليه رقم ثاني هلا لا ما يوقف أنه برقم ثاني انا بلعب رقم واحد هلا زي ما عندنا غلطان هدىك الثاني طيب سؤال دوري وصل اي اي اول شي ليش اخترته ملعب المدينة ملعب المنارة مرحتوا عن مدينة الرياضية مع انه صارت جاهزة والتاني شي شفنا الحجوزات انا اذا ما شفت من ساعات 10 دولار و 25 دولار و 100 دولار اول شي الحجوزات مش بقيتكم لا فيه تعاون معنا بس هي الموضوع اساسي يعني عم تدير ووصل مع الفيبة مع الفيبة شفنا سرقة الجمهور لعن شوية عالية 100 دولار و 25 دولار وغيرها خبرنا اول شي لما اخترته ملعب مدينة رياضية اول شي فيه شروط معينة فيبا فرضتها على الاندي اللي عم تشارك بيوصل يعني وصل عم يجربوا يعملوها قدمة فيهم بطريقة بروفاشنال كيف المنتخبات عم تكون بطولة اذا بدك اسيا وتصفيات بطولة العالم عم يجربوا يعملوها على اعلى مستوى ممكن بقى فيه سباكس معينة فرضينا على الملاعب نحنا اذا سباكس فينا نحنا نقمنا بالنيد الرياضي اكيد احسن شي اللي اللي اللعب ما لعبنا فنياً ولجمهورنا واخر شي ملعب النيد الرياضي مفروض نادي الرياضي يلاعب ملعبه اذا احنا ما قدرنا اه 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 م قدرنا نلتزم بالمعايير المواصفات او المعايير اللي فرضينا وقتا مشبورين نحنا نروح نلعب ملعب تاني بس طول ما قدرين امي هالمعايير عنا بالنيد اكيد لم نلعب برات ملعبنا هده ملعبنا الحجوزات جمهور طلعت صرقته ولا عادة برأيك؟ ما عادة انتبه اكيد يعني حيعلقوا على الاسعار نحنا شفناها اكيد من نواطية هل هي كتير عالية كمان نحنا اذا بدك قصنيها باسعار المنتخب اذا مني غلطان نحنا كتير اوطا محطونا اول مرة للمنتخب مضبوط او لا؟ صحيح بلا اوطا جراد ما ان فينا نعمل بالانس هل اهدا هتكون اذا بدك تجربة بس هدا اخر شي دعم لنيد الرياضي ودعم للبنان اليوم نحنا مستين لبنان ما بس مستين نيد الرياضي صحيح منتمنى انه يكون الملعب مليان ان شاء الله حيكون مليان اللي حيبين معنا هالموضوع وع اساسه اذا بدك بيصير في اعادة تقييم بس انا برأيي جمهور حيكون قدل مسئولية وحيكون اذا بدك جاهزة دعم فريقه لو الاسعار يمكن تطلب شوية تضحية من كل واحد نعرف اليوم وضع البلد كيف بس جد يعني حتى كان في حاكم ارقام اعلى نحنا ادمى فينا جربنا نرزل ونشد وننزول متمنى عليهم بس يطولوا بينهم علينا وضروري يكونوا موجودين بالملاعب يعني معلي نحنا كمان عم نضحي على ادمى قادرين هن يضحوا ادمى قادرين ووجودهم اكتر من ضروري اول مباراة ستكون اربعة ضد بطل ايران بطل ايران ساعة 19 في المنهار 21 28 ستذهب على العراق ضد النفط العراقي بقاعة الشعب ترجع الخميس خمسة كنون الثاني يعني سنة جديدة ضد الكرامة ساعة 6 المساء بقاعة الفيحاء بسوريا صحيح وصل بترجع بتعمل هيك حيات لها اكيد بحاجة الى مفيش شك لأ ان عمل شي كتير حلو ما تنسى انه كمان عم تحكي ماشي ماشي الجولف كمان صح يعني هي مش بس غرب اسيا غرب اسيا والخليج يعني يمكن غرب اسيا شوية صارت قبل هالبطولة صحيح بس مع الخليج هدا شي جديد وشفنا الخليج كيف عم بتطور شفنا فرق الكويت كيف صارت شفنا اليوم بطل العرب يعني ما فيش حكها تكون بطولة حلوة بطولة صعبة هاي دي بده ديفهم كل الجمهور انه امكيناتها والتزاماتها كتير اعلى من بطولة لبنان بقا مشينا هيك كله عم بيكون يعني عم بكلفة اكتر يعني احنا بس تنجهز ملعبنا تنكون قادرين نلعب بالمنارة بدا تكلفنا كمان هالقصة يعني بس عم نجرب كلنا نعمل هال اذا بدك هال نعلل مستوى من كل النواحي فنيا وتنظيميا وا 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 نجرب كمان نطور هاللعبة ونطور ونبايت صورة بلدنا عصا عيد وصل مدينوا هنه قدتلي اسماعيل راح يلتهى ممكن امير يلعب الاجانب هن ريكي ريدو و سماعيل احمد سماعيل احمد بيكون اجنب بيكون اجنب طبعا طيب هذا عصا عيد وصل هي البطولة بتسمحلك ثلاث اجانب اثنين على الملعب اثنين على الملعب واحد على الاحتياط طيب مبدأ اينو هنه عن من ناحية الوصل ما في شي بعد نحكي ولا بدك تحكي شي بعد اقول هنه لا قلق اذا في شي بعد ابدا بس مطلب من الجمهور ضروري يكون موجود يكون عباس يانيد واهم من هذا وكله اكيد نطلب انه طريقة التجريع تكون طوليك باسم النادي الرياضي واسم لبنان لانه كلنا بنعرف كلنا بنعرف من نوع الغلط مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الاسيوي الغلط غير انه مديا بيأزينا كتير فنيا بيأزينا كتير لانه بركيا يمنعنا من مشاركة بيوصل لسنة الجاي صحيح بدنا ننتبهي من هالموضوع كتير بدنا نحن اخر شي عم نلعب رياضة كلنا حنكون اكيد مع النادي الرياضي ومع النادي بيروت كمان بورايته لانه عم بمسه لبنان صحيح اكيد بدنا نشجع بطريقة حميسية كتير وقد ما فينا نحط ضغط واو 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 بس بطريقة محترمة بطريقة رياضية ممنوع الغلط برجع بقلك لانه اخر شي يعني غير موضوع المادي ما حدا بدفع حقه الا النادي الرياضي وجمهور النادي الرياضي صحيح وجمهور اللبناني لانه ما عنده مشكلة اخر يشطبوك ويمنعوك تشارك بقى من البطولة صحيح طيب تمام خلينا ارجع شوال الدورة اللبناني حكينا وقلتلي انه ما كتير بهمك كان الاخسارة او النتائج بالدورة شو بهمني اكيد بس انه هيدا الشي منه اساسي الاساسي عنه كيف نخلص البطولات اكيد طيب بعد خسارة دينامو تقول لها حكي انه عم تفكروا تغيروا الجهاز الفني او تستبدلوا كوتش جورج عاج اول شي مظبوط هل كانت فكرتوا فيها او تسابقا فكرتوا ولا رو انت قدقلك بتتابع اخبريات النادي الرياضي وصوشال ميديا الرياضي ويطلع طول اخبار ما بتحبوا تغيروا كتير مدربين نحنا اول ايه بس نحنا ما بنحب حتى نعلق على القصص يعني اخر شي بشوفوا النتيجة شو عملنا شفنا شو غيرنا شو ما خلينا شو ما غيرنا الاجنب يتغير وجهاز الفني ما تغير يعني هيدا القرار اللي اخدناه مظوط ولا لا اذا في قرارت تاخد غير هيك كان بيان قدام العالم اليوم نحنا هيدا هو الفريق بظن تغييراتي اللي عملناها والامضوات الجديدة اللي اجيت غيرت الفريق بالقليلة 60% اليوم الفريق الموجود اليوم اكيد غير كليا عن الفريق اللي لاعب ضد دينامو ما احترامنا دينامو اكيد ولا الاداء الرائع اللي قدوا ضدنا خاصة دفاعي بس اليوم كل عالم شايفة انه فريقنا اليوم هو غير الفريق اللي عادتك المرة بس هيدا من ضمن التجهيزات والتغييرات اللي بتصير بالموصل كان سيئة كاملة بالمدرب اكيد وقلا ما خلينيه وقلا ما خلينيه طيب خليني نروح لفريق السيدات موضوع كاملة بهمك موصل ماضي استعدتهم لقب من بيروت بعد ما ربحتوا بالنهاية 3-0 حافظتم تقريبا على النجوم اذا ما انه غلطان صلح له دانيالا فياد ميغري كمان شيرين الشريف الكابتن نانسي معلوف معكم ومدرب جورج عقيقي السؤال الاهم رباك عقل هدا سؤال بعض ما عارفين اذا رباك عقل هترجع عالسنة على لبنان بس اكيد اذا هي حابة ترجع هتلعب لبنان اكيد نحنا بنا نحكي معه بهم نتجه اكيد متل ما بيروت بهمونتجه تكون معهن يعني اليوم رباك عقل مش معقول نادي بهم البطولة ما يكون عم بيجرب يحكي معه ويمضيها اوكي سنة القبلة كانت بيروت ماضية صحيح صحيح نحنا تاريخنا مع رباكة طويل كتير هديك سنة كان عاشر سنة لا معنا في تواصل انتم بيجا هلأ او في تواصل اكيد اه متى بيبين معه اذا لا بيبين معه هي كيف نحنا يعني علاقتنا مع رباكة علاقة طويلة علاقة قديمة كتير يعني نحنا مع رباكة مش انه بس اين تحتش تتلعب يعني في تواصل عطول وفي صداقة وفي علاقة كتير كبيرة واما اكيد نهار اللي هي حابة ترجع على لبنان اكيد نحنا اليوم ستكون من الاندي اللي كتير حابة تكون عطلعب معه رباكة كتير شي طبيعي ومحل تركين ونحنا يعني مثل بيروت تركين لمحل مثل ممكن غير الاندي كمان حابين يحكي معه سنة ما احدا بيعرف بس نحنا كنادي رياضي اكيد بهمنا رباكة تكون معنا يعني طبيعي كمان هدفكم حفاظ على اللقب اكيد اجنبية هتكون عمريك بكير فان الفور بس فان الفور فيه اجنبية اكيد الهدف اللقب مثل سنة نحنا كل سنة هدفنا نفس على البطولة سنة منربحها سنة منقسرة بس نحنا عطول رجال وسيدات هدف الاندي رياضي ينافس بكل بطولة بشارك فيها شو لازم يصير لبطولة السيدات هيك يعني تبطل بين بيروت والرياضي بس برعيك هلا هي كانت قابل بين صارت بين رياضي باروت بشارك في فريق عينز على الاندي اللي بهم كرة النسائية بالرأي وافرقية بهم كرة تسري بشكل عام عم يكون عندها اكديميات و اكديميات فيها بنات وبيعطوا إيم cioè لاعبه الناشئة مثل cela بعطوا إيمыл لحب لعب الناشئ وبيعطوا إيميل لفريق السيدات و Beer 대통령 هو الاندي اللي حتكون على فترة أطول ومستمرة بالشغل حد اللي عم تنافس يعني نحنا كنادي رياضي الحمد لله يمكن آخر والله بعرف خمس عشر سنة إذا مش أكتر فرضنا حالة موجودين بالساحة وعم نفس عبطول عطول مرات مروح مرات منخسر بس أثبتنا نحنا لللاعبات إنه هيدا نادي عطول بهمه فريق السيدات من شان هيك إلنا فترة عم ننافس وعم نكون من الناديين إذا بدك العطول عم يوصل على النهاية بيروت شكله ماشي بهالفكرة يظلوا موجودين على الصحة هذا دليل خير على غير أندي إنه يفرجوا إنه هني بهمهم هالشي في أندي عفترة كتير طويلة كان بهمه فجأة اختفت صح مثل عن ترانيك مثلا موضوع مادية أكيد موضوع مادية طبيعي بس كلنا عم نواجه هالموضوع المادية وكل عم نواجه يعني بس اليوم عدد اللاعبات قليل أوكي تقدروا يتوزعوا على أندي ماكسيم حتوزعوا على 3-4 أندي ماكسيموم ماكسيموم على اللاعبي اللي بتحس حالة أنه أنا اليوم بدي أكون بمحال بعرف أنه فيه استابلتي اللاعب مثل النادي بحب استابلتي استابلتي فنية ماكسيموم ماديية يعني نحنا كمان على السطح ونحنا بكتير محلات فيه لعبات حكا معهم من غير أندي وعرض عليهم عروضات كتير أكتر من نحنا عم نعطيهم وقبلوا كمان يضحوا بشوية تضلون عنها لأنه فيها استابلتي وفيه صار هالعلاقة الطويلة يعني اليوم لاعب لو عندك خمس ست سنين وسبع سنين وثماني سنين يضحي بشوية كرمي يضل لأنه خلاص صار بعد هدا بعد هالمحل بيته بس ما فيه لاعب بحب ينط من نادي إلى نادي وفيه لاعبات تبهي مثل مثل مغري تروسيان مثلا تعطي اكزامبل كي مش هين علي تترك بيته بعد كل هسنين بس بمحل ما لقيت حالة أنه أنا اليوم صار عمري هلقاد أنا كم سنين بعبد الإلعاب وأنا ما بقبل بمستويه وبيقيمتي وأنا مين أنه ما كون عم نافس عبطوله بقى طررت تاخد هستاب الحمد لله أخدته ما لدي ترتاحيت وحسيت اليوم هيدا بيته التاني يعني كمان اليوم الإدارة والنادي كيف يشتغل بخلي اللاعب وبيشد اللاعبات أكتر لعنده نحنا عم نعمل دورنا على غير أندي يعملوا دورهم أكيد وعلى الأكاديميز على الأكاديميز تفوت أكتر عندها والعندية يتعمل أكتر في كتير أكاديمييات بس المشكل أنه ما عم نلاقي فرق عم بتنفس بدك لعبات كمان بس غير ما يطلع ناشئات كيف عم بيطلع لعبين رجال صح وعم بيطلع لعبين الشباب غير هالأندي ما تخرج لعبات ما هي كمو عندك عدد لعبات أكتر بس هلأ إذا مني غلطان أنا عم شوف جيل جديد بالبنات أنا عم شوف جيل جديد بالبنات عم بيكون له بوتنشيل كتير والمستقبل كبير أنا بشوف حزيد التنافس بعد فترة يعني عندك أجيال عم تخلص حيثين عندك أكتر لما هالأجيال الجاية لقدام هي حتكون مستلمة الفرق وهي حتكون أساسية بالفرق تعيطها تمام خليني روح لفقرة الأسئلة يلا هيك فقرة اللي إذا مهضوم كيمة انتقال وقل عرقجي إلى رياضة بيروت فاقت المليون دولار نعم أو لا على ثلاث سنين على ثلاث سنين على ثلاث سنين ما فاقت بس إنه قريبة نعم أو لا لا ما فاقت نعم كلا كلا فاقت يعني فوق المليون لا 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 منا فوق المليون تف خليني رحي إلى سؤال الثاني رياضة بيروت تفكر بإعادة مدربه السابق أحمد فران لقيادة الفريق أو مدرب أجنب وليس ضرورة إحمد فران بالفترة الأخيرة نحن من وقت ما بلش موسمنا ما فكرنا نغيره لكوتش جعجع أبدا كلا طيب سؤال الثالث من برأي تمام جارودة الفريق اللي رح يوصل لنهاية بطوط لبنان ويواجه الرياضة بحا رياضة كيمبل فينال بيروت فاستوكلاب دينامو لبنان أو الحكمة بيروت إذن نقيم الفرق مثل ما هي هلأ مثل ما هي هلأ فرضت حالة الحكمة إنه هي الأفضل اليوم برأيك لحد تسع مرحلة اليوم بالبطولة كلها ليس هناك هو متصدر البطولة يعني اليوم إذا كل فريق ضلوا على الروستر تاعه أكيد عم نظم شوية النادر يادر لأنه بعد ما حدا شايفه ضد الفرق الكبير بالروستر الجديد تاعه بس اليوم إذا بدك تقيم النتيج لحد هلأ آخر شي النتيج ما بتكذب حالها يعني اليوم الحكمي أول لسبب بقى أكيد إن شاء الله إذا وصلنا إلى فنال أنا برأيي إذا الفرق ما تغيرت كثير إذا بيروت ودينامو ما كثير صار فيهم تغيير الحكمي بتوصل على الفنال أنا هيدا رأيي الشخص إذا بدك أطلب منك كاكن مثل المرحلة التاسعة هلأ يعني بعرف بك أجنبي بغير كل شي أجنبي وعم نسمع حتى في فرق عم تحكي مع لبنانية من بره ما بعرف عم نسمع كثير خبريات دينامو عم بيحكي مع البنان وسمعنا بيروت كمان عم بيحكي مع حدا ما بعرف يعني بعد ما يصير فيه تغييرات كثيرة عم بسمع والله عم بسمع عم بيروت عم بسمع من حدا من جوات بيروت إنه عم بيخبر إنه في مفاجآت ما بعرف هنه تركين سبوت تركين سبوت ويمكن فيه تغيير أجنبي ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف اليوم أنت بلاقي الخطر الاكبر من بيروت ولا لحكمة? تبه انا بتقيم الفرق اللي هلا شايفه مافي احكي بالغيب انا يعني. اليوم ابين الفريق الافضل اليوم هو الحكمة. بين ثلاثة فرق اهولي. اعود الفياد الخطيب للحكمة دار به برعيك بوزيتف برعيك كألون ولا هتكون قيمة معنوية اي اي ازا انا بدك مثل وفا بنالنذه اللاعب اكيد انهبgg فنيا بدنا نشوف فادي بجدله فاديم كلنا منعرف فادي منابض في agosto لكن فادي دوله سنتين کين من Lawodore بقى غير ماشه ثاب بهoton cum ما هي تلاعب جد غير ماувати فنيا قاديش هيفيدن اكيد اليوم فادي يكون ب Ifinse فريق الحكمه أكيد يكون منابضا لنالية الحكمه هادي هنا سيكون منابس نحننج ضرعوا من صنعا ما最حب June سأقول إن مجموعتكم أنتو بوصل بتضم بطل إيران نفط العراقي كرام السوري ورياضي بيروت بنا وبيروت فلسكلاب بالمجموعة أي أنتو مجموعة بي بيروت فلسكلاب اتحاد أهلي سوريا ارتوذوكسي رامالله وذوب هان الإيراني تمام ما حكيتك تلع الاتحاد وهنا عم منتخب لبنان يلا سأل وين بدك نبلش ما حل ما بدك نبلش الاتحاد شوي كان فيه إليك مثل استعالة استعالت من الاتحاد من حوال الخمسة شهر إذا ما لدينا غلطة أكثر وقت نهائي بطورة لبنان هي تكسين للرجال مقطوعا هيئة مع الاتحاد ولا في حديث لا في حديث وعلاقاتها منتازة مع الكل اكيد ما في شيء شخصي يعني اليوم ما في سبب انه تكون في احترام بين بعضنا ولا أبدا ولا عديق ولا 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 في وضع انا حطيت فيه وحسيت حالي انه افضل يكون محل براة الاتحاد بس بالعاكد علاقتة معهم ممتازة واحترام وتبادل وبيحكيهم وبيحكوني بس انا حطيت موقف حسيت حالي انا ما بقدر تكمل انت من من الرأي اللي بيقول انه متل جماهير الرياضي انه الاتحاد مسلا هو وقف طرف مع نيده دلتاني ولا بالحكس ما بدي فوتها الخبرية هلا تبه ما في فوتها الخبرية بس اخر شي عم بقلك يعني طريقة صار في طريقة تعاطي يعني يمكن لو انا ماني موجود جوا وبياناتهم بفهمهم اكتر بس انا موجود بياناتهم كنت وعارفين انا الدور اللي عمزار بكتلعبو كل الوقت اه بتطفك انت يعني اه اه برا يعني بمحل ما انا برا بفترة كان للرياضي طيقني بقلي انت بسمك الاتحاد وللاتحاد طيقني بسمك نيد الرياضي هيدا دليل انا عمزاري بعطول الالعاب بالدور الوسط وزاري بشرح لكل واحد بجريت نظر التاني اه يعني نحطوني موقف انه زركوني عارفين اخر شي انا مسل نيد الرياضي عجبني او يعني اه اه انا هيدا هدف ولا ما هيدا هدف هيدا واقع مش هيدا واقع انا من سر الرياضي يعني لم بمحل ما ما في الا ما اه اه اول هالشغلي غلط بحق النادي اذا عم شوف غلط بحق النادي بدين يخدقوا وصاروا بيعرفون كينه كفية ليعرفوا انه تمام ما عم بيحكي هيك لعن بسهم الرياضي عم بيكون قد ما فيه اوبجيكتف اه 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 اصار في قرارات وصار في اذا بدك اه 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 از انا كوني وحسيت انا بمحل ما يمكن الوضع الانسب للعبة مش بس لقلي وهيدي بكلتا وضع بقوله ولطف كتير اه اه اذا ثلاثة اللي كان موجود بالفنان معلق العطب عدل المحبة انه مصر فيه تعاطي بقصة انه نحنا همنا نرويق بالعكس فيه ناس يمكن حسوا انه هالشي بيولا عزيادة بعدها فيه ناس بتحكي انه يمكن لا لا تبه يمكن اعمل لك مش عن نية انه نية ازا او شي بس نحن نزمين باللعبة انه وقت كفية باللعبة نعرف انه بنعرف لوين واصل اذا بدك تحكي عن الوغة لوين بتوصل بقى شفت انه يمكن الوضع الانسب لانه ما بقى قادر احكي لها طفة انه هالاستئالة يمكن بتطف كتير امور وبتهدي كتير امور وانا برأيي بمحلا ما عملت هالشي بمحلا ما عملت هالشي اتليست مع جمهور النادي الرياضي واخر شي اكبر دليل احنا قصرنا بطولة ومصر فيه ضربة كاف وخلصت البطولة عرض الملعب واتتوج بطل نادي بيروت مبروك لقلو وكملنا هلا كيف تصريح هلأ جعبالي لرئيس النادي مازل انتباره بعد نهاية السيدات بس ما شايف حدا من الاتحاد تحت وقته وسأل عن عضاء الاتحاد هلأ مقطوعة بين رياض واتحاد ولا لا هلأ ابدا بس وقته كانت مقطوعة ايه انه اكبر دليل انه انه مين كان في ممثل الاتحاد كان في عضو ممثل تبه اكل الاحترام لقلو بس اليوم هاي بطولة لبنان انه انت بتتوقع يا رئيس يا امين سر الا ازم سافرين او في امين عم او في بعيد الشر وحكة صحية او 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 خلط هاد موضوع تجاوزني عليها مميحة اليوم يعني اليوم رئيس النادي الرياضي ورئيس الاتحاد درجوا عاملوا قاعدة قيموا كل شي كل واحد شايف اذا بدك وين الامور اللي كان قادر هو يتعاملها معها بغير طريقة اخر شي عام لك نحنا كنادي الرياضي لقلنا مصلحة اللعبة قبل كل شي قلنا مصلحة الشخصية بالرياضة عطول بشي لعجرب انا الاهم مركز بالنادي ولا هم مركز بالاتحاد انا اليوم وجودة بالنادي لان احب النادي بدي اختم النادي وجودة بالاتحاد كان لانو بحبها اللعبة واعبي اللي اختمها اللعبة لما حس انو وجودة عم بكون ناجةيف وعم بضرر محل ما او في تعاطي معي انا عالوضعش على الطريقة اذا بدك عال ما بدا تبه ما بدي ارجع لا ي dign عامل الامور لانو هده هدفة اابدا تبه برجع على بقل لك اليوم في احترام من الاخر بس انا حسيت انه ما قدر بقى اكون بهالبحل حسيت ما في موضوعية يعني مش ما في موضوعية اليوم انا ما بحب بكون عطول موجود هونيكي وتعامل كأنه انا بس هم النادي لانه مش مزوط هالشي لو هيدي هالشي مزوط ما بكون عبتهاجم من جمهور النادي من ورا الاتحاد كذا مرة هل انتوا اتهمتوا انه حطيتوا كل شي بالاتحاد لان انه ما بتكون تحطوا على عادئكم الاخسارة يعني ما تحملتوا انتوا كإدارة الاخسارة انتوا ببرمتوا عوصة الاتحاد راوة لحقلك شغلي انا من مدرسة انه ضروري النادي الرياضي كواعطوه علاقتوا باتحاد ممتازة ضروري واذا في خلافات واذا في خلافات لازم عطول تكون خبية ومنع لنا قدام جمهورنا ملق انه شيء ملق انه شيء محبة بالنادي الرياضي وخوفا عن ندي الرياضي لانهار اللي انت بتحسس الجمهور انه الاتحاد ضدك كلنا بنعرف كيفية تفهت الامور اخر شيء نحن بنضر وجمهورنا بنضر وكرة تسلل بتنضر انا بالاتحاد وبراسي عطول المبدأ هيدا ويمكن نقوني كإدارة ندي الرياضي انه تمامي مسلنا لانه بيعرفوا انا كيف عاليت بس اخر شيء الواحد بتعب نفسيا لانه ما انه قادر عطول هو يكون اذا بدك عم بدور الزاوية وبمحل ما بتتهم انه لا بس هو بالاتحاد همه الاتحاد لا همه الاتحاد وبالاتحاد مثلا عطول بدي عمله فحص دم انه تمام بفكر مصلحة النادي الرياضي يابدو ينوثل انه تمام عن جد ليش عليك بس هدي مش عغير اعلاق يابدو ينوثل انه تمام عن جد ما في حدا كامل تبه انا ما جاي يقول يا الله شاهد تمام يعني بس انا بقى دائي كلها سنين يابدو ينوثل انه لا تمام فينا نسمع له ومرات نستفيد معلوماته اللي جوا ونجرب نحنا نستفيد الموجوده لما يكون في مشاكل او لا نطفل مشاكل او لا نحل الامور او لا نصلح الاقطاء اللي يمكن مرات بيعملها النادي يابدو نقول لا انه خلي تمام يكون فشي تخلق لانك ما يكون في مشاكل بالنادي او بين النادي والاتحاد او 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 اليوم اقول هذا وضع الانسب لا لي انا استألت اول مرة حسيت finden واضع الانسب للعبة وعاية السطح وما بستحيله ومش شوفت حال ابدا برجع قtrack انا نزاركت بمحال شعيل انه يمكن وضع الانسب لالعمرة structural construction تكون بالنسب تكون stem هيدا اللي صار اول ستاب تاني ستاب حسيت حالي من ورا قصة صارت بعدين انه لا يمكن ان سابلي ضلني برا اليوم اليوم علاقة النادر الرياضي والاتحاد ممتازة اليوم نحن ما فيه ولا سبب نقول الاتحاد عم بيشغل ضدنا او 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 نحن ما جايين نقوط على الاتحاد ابدا واخر شي اخر شي اخر شي بنعمله انه نكون عدائيين تجاه الاتحاد لو نعرف هيدا ميش مصلحتنا وليما صلحت اللعبة وانهار اللي بكون فيه اشياء ما عاجبتنا بالاتحاد نقعد نحكي معه نتواصل معه بيننا وبينه مخص الاعلام ومخص ينحكي هالشي ابدا نحن مجيين ابدا نعمل دعاية ونحبب جمهورنا فينا الراحضة بالاتحاد انا لا هلا لا انا هلا مستقيل وتركيزه على النادر الرياضي وانا مستعد اختم اللعبة بحيلة طريقة ممكنة انهار اللي بيطلب من الاتحاد شغلة معينة قادر ستاعد بشي معين انا ما عندي مشكلة بالعكس هيدا واجبة وبرجع بقولك انا بحب اللعبة والاتحاد اداء وما فيه الا ما احكي عنه بطريقة اكتر ممتازة بزيادة كل شيء اذا عمل بعمل منتخبات بس عم بقولك انا حسيت انه اليوم انا شخصيا انا يعني على وضع الشخصي حسيت انا مرتاح اكتر اريح لك انه متكون داخل الاتحاد ما بدي بيين انه انا اناني يعني انه اريح لي مش هيدا قصة اريح لي بس اريح لي افضل لالي و برجع بقولك برجع بقولك انا على طول عم بشتغل بالمنطقة نفسه مش انا هلما اني بالاتحاد على طول بتعامل بمبدأ انه الغلط ممنوع بالنيدرياضي مش كيرميل الاتحاد وكيرميل النيدرياضي يعني شفنا اخر شي اكتر اكتر اشخاص انضروا او الشخص الوحيد اللي انضره هو جمهور النيدرياضي اليوم بمجرد ما نحنا لعبنا بالجمهور هادي كلفنا بطولة هدا واقع وفينا نلوم مين مكان اخر شي من نلوم حالنا غلطة بالنائز غلطة بالزيد جيم بالنائز جيم بالزيد اخر شي انا اطررت العب فينال بدون جمهور من ورا غلطنا نحنا وغلط جمهورنا هدا واقع ما فينا الا من نلوم حالنا ونهاري الي الجمهور هيبلش يعرف هالشي ويقتنعب هالشي وان شاء الله وصرنا له نهار اه والليلو كزا مرة نحنا بدون كون هالسنة ما منربح بطولة نحنا عارفين فنيا يمكن بمحل ما اضعف من غيرنا او اي كون مع غيركم بس نحنا ما عارف نحنا اسم النيدرياضي وما عارف جمهورنا شو يعني نحنا اليوم اه فنيا تعويد الجمهور لل الوضع الفني الناقس شوي كان كفية لقلنا نحنا اخر مباراة عارضنا اخر مباراة عبنية عارضنا لو كان عنا جمهور منعب مليان اه بقى كنا ربحنا البطولة بقى هون كمان مش غلط متل ما نحنا الادارة منقيم حالنا ومنعاتب حالنا ومنقول هون غلطنا بنا نصلح كمان على الجمهور يقول نحنا هون اه اثرنا بحق النادي اثرنا بحق فرينا اخر شي زعلوا حاله ما زعلوا حدا تاني اليوم لما الرياضة يربح مين اكتر شخص ينبسط جمهوره صح ولا لا مش ادارته ادارته عم يعمل واجبة نحنا عم نعمل شغلنا هن عم يجوا ينبسطه اليوم اكتر شخص زعل هو جمهور النادي الرياضة مظلوط لله بتمنى يعرفوا شي ما بقى يزعلوا حالهم من ايدهم لانه النادي الرياضة بلا جمهوره هو نص النادي الرياضة بقى نحنا غير ما نكون عم نأكد انه عم نلعب ملعبنا مليان هيدا برجع بجيوبك اليوم ملعب النادي الرياضة مليان بيخلي ارادة نحنا عم نبلج بمحل ما 40% اوه من احنا صحيح تمام ما شاء الله عليك تمام مباردكم مع الحكمة بعد ما تلعب ووصل عندكم اوه مبارد واحد وعشرين عساس مباردكم ستة وعشرين هلا بعده انه يمكن تغيريت بعد ما عارفين انت ما تحدد معه بعد بعد ما تحدد معه اوكي تحضيراتكم نحن تحضيراتنا هلا لأول ماتش وصل شوفنا بعد جمهور على السوشال ميديا ان كان جمهور حكمة او رياضة عم ينتقد انه البرنامج البطولة وخاصة حكمة رياضة انه اجلته جمهور الحكمة عم نقول اجلته الكرميل اسماعي كنت اقلم معه اول اول سكاتجول اللي كان موجود قبل النهار الثاني قبل مسار ستة وعشرين كان بدر اي نهار ماتش الحكمة الاتحاد تغيروا نحنا ما بنعرف ليش نحنا كان معنا نحنا كان على اساس بعد ماتش كان تنان ستة وعشرين هو كان قطع تاريخه ببين معك اذا بدك سكاتجول الاساسي نحنا استغراد ما لا يتغير نحنا مطلب ما يتغير ابدا بس نحنا اليوم المباريات شفتها انت سكاتجول واحدة وعشرين نحنا كمان ما تنسف بدنا نسافر قبل الماتش بيومين يعني هون اذا الوضع ما بيسمح لنا ما بيسمح لنا اذا انا عندي قبل بنهار سفرة كيف يلعب هالماتش بس نحنا اساسا كنا ما كنا معه ولا طلبنا انه يتغير سكاتجول من اساسه هل الحكم طلبوه هل ما الحكم طلبوه الاتحاد لحاله غير ما بنعرف وما بنسأل اجينا ايميل انه هيدا سكاتجول الجديد رجع اجينا هلا ايميل انه هيدا الماتش تأجل بيرجع متحدد ايمتا تاريخه هلا اكيد نحنا ماتش بستة وعشرين اذا ما نسب معنا بوصل اكيد طبعا يتأجل بس تأجيل الاساسي للماتش هيدا مش نحنا طلبنا يتأجل ابدا وما كان في حتى وقته فكرة اسماعيل يجي يعني فكرة اسماعيل ما كنت ويردي ابدا فكرة اسماعيل جديدة انت بتعرف اول مرة حكيتنا الانترفيو من كم يوم لانت اجينا اجينا شوي لانه في شغلة عم تخلص تجي نحكي عن موضوع خلصت ولا ما خلصت بس اول ما تغير تاريخ مباراة الحكم الاساسي انت تذكر شو كان التاريخ ما كان في موضوع اسماعيل ما كان معنا خبر انه الحكمة عم بقول انه المباراة تتعجل انه كل شهر عم تلعبونا مباراة والرياضي عم بقول انه نحق ديلا ما لعبين مباراة ايش مباراة لعبناها نحنا ضد الانترانيك اذا ما لدينا غلطان ضد الانترانيك بس بيرجع بسمعوها فيكم تحضروا الحلقة عبر تشانل انت الحكم عبر اليوتيوب وكمان هعمل مقتطفات من حلقتك اهم شيء قاله استاذ تمام جارودة انه تغيير لاجنبي حاليا ما فيه في كثير كلم تغيير جهاز فني تغيير جهاز فني ما فيه تفضل لا بس انت فتلي بتغييرات هذا الموضوع كان فيه كتير ناس مصررين عليه والموضوع زينا انتبه لانه اخر شيء ما تنسى كوت جارج فنيا كل العالم شايف شو عم بيعطيه بس اخر شيء ما تنسى انه بعضه يلي بينسى قديم عمره يعني بينسى قديش بعده ما عنده خبرة هالسترس وهالبريش اللي معقولة نحط على كوت شنايد الرياضي بقى شغلي مثل هايدي اكيد مش معقولة تأثر يعني نحنا كإدارة الحكي كله والضغط كله بأثر علينا شو حالة ما يكون مدرب شاب جوائل واجل اسماعيل بيرجع امير مين بعد لازم نجيب وتغير اجنبي شو بيرجع هايك شهر بعد عنده تقريبا شهر و شوي من عملية ممكن شهر بعد ممكن شهر بعد تمام قال انه لحديث المرحلة التاسعة بيشوف بنهاية بطوط لبنان إلى جانب الرياضة هو فريق الحكمة سوف أخبر كل شي سوف أخبر تمام أنا أشكر حضورك نطعت الانترنت في لبنان ولا اهمك عنه جمالا ما عمد نطعب في شي بعض ما حكيني في شي بدك تحكيني وقت لقلك اليوم الوقت لقلي حكينا عن شو هيك استيقالتك من الاتحاد نحكي بعد عن المنتخب عن منتخب لبنان ما شوفناك زعلت من الاتحاد موعد حضرت مباراة منتخب حتى ليك زعلت لا مش معقول ازعم الاتحاد ما احضر مباراة منتخب منتخب عم تابع على الآخر كتب زافر كمان في فترة تميكشوب نكون بالاوتال عم نفتح تاريفون وعم نحضر الجام حتى نحن مسافرين لقى المنتخب فوق كل شيء أكيد 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 هدا شي طبيعي يعني أكيد يمكن لأنه تأهل قريب شوي خف الحميس طبيعي بس حتى في اكتساء رئيس الاتحاد يعني مباراة اللي كنا نتأهل فيها عم تتواصل معه أكيد بعضت له مساج وقلت له هدا غير موضوع تبه اليوم أول شي الباسكتبول والمتخب بالزيت فوق كل شيء أكيد أنا شخص اليوم عم بتعطى كرة سلة وأنا بعد حالي شخص عم قدم فيي عقدرتي عم بجرب اخدم كرة السلة مش تأجي كرميل موضوع مع شخص معي من هون خاصه بطولة من هون برأيك بعد لشوف المنتخب تمام قادرين مفكر بالدور التاني بكس العالم ماذا معنا مجالنا سميح صراحة كل شيء معقول تبه موضوع موضوع العمل والمغرب بالفوتبول عن جد يعني عطانا درس جد وماتش مبارح يعني أثبت أنه وجوده بالفاينال فور ماشي غريب وجوده بالسامي فاينال بطوط العالم مش أنه حسيته أنه لا تحتاج كانت أكثر لقيله يعني آخر شيء إذا ماني غلطان عدد الفرص على المرمى كانوا قد بعضهم شاطهم تارجت قد بعضهم يعني هو اللي آخر شيء شاء الله يلعبوهك في فرنسا والأرجنتين وأكيد فيه تالنت ونحن التالنت موجود وبرهلنا ببطولات العالم ما شركنا فيها قبل أنه نحنا قادرين نربع على فرقة كبيرة اليوم ليش تربح إذا ماني غلطان مبارايتين هم تتأهل أكثر شواء مبارايتين هم تتأهل على الساكندران؟ نحن هلا على الجديد تصوى مرتين تتأهل مبلا نحن نحن على فرنسا وعلى فنزولا ما تأهلنا هاي كنت سائبة لأنه صار في نقط فات نيجيريا بس ما في شي بعيد نتبه ما في شي بعيد أبدا 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 يعني وشفتنا حتى بآسيا يعني أنا برأيي ما في شي بعيد ونحن عليزم نكون هيدا وطموحنا أكيد أنا قلت له نأخي مرة كمان بالاتحاد وكنا عمد رديش مع أشخاص بتعاطق ويرا تسلي أنه أنا لقلي مش إنجاز تأهل بطوة العالم مع احترام التبه وبدو ما أشيال كردت عن للاتحاد والجهاز الفني واللعب برافو عليهم لأنه طريقة تأهلنا فيها كانت حلوة تأهلنا من أول فرق صحيح باكرا باكرا بس نحنا اليوم كلبنان ومستوى الباسكت تياعنا بطريقة التأهل الجديدة عيب ما نتأهل على بطوة العالم فشل ما نتأهل هلأ الانجاز كيف تتأهل بالصدارة مبكرا مثل مصر مية من مية بس أنا لقلي اللي يجب يكون نحنا عطول هدفنا أكيد أول ستاب تتأهل بس الهدف الأساسي يجب يكون كيف نحنا نطلع دور تاني بالمونديال يمكن هالسنة ما نقدر نربح ماتش نخسار ماتش نربح مبارايتين بس يكون في عدد عدد سكور أفرج يمنعنا بس نحنا لازم نفكر كيف نطلع أكيد هل ستكون نحنا هدفنا الأساسي اللي عم نقول سامي فاينل يعني بس أنا رأيي واقع واقع هالشي نحنا قدرين نخطف مبارايتين نتأهل عبطوط العرب نتأهل عبطوط العرب نتأهل عبطوط العرب قدرين نعمل هالشي تمام أنا بشكر حضورك مرة جديدة على حلقة على السيديوية انت الحكم وعلى الحلقة شكرا إلك أكيد الكلب يضيحضر الحلقة في حضرها عبط شانل انت الحكم على يوتيوب لأن أطعت لكم دقيقة الحلقة على الفيسبوك رحضت اللينك على سوشال ميديا وكل في حضرها يرجع كان كلام دائما بمصت أحكي معك كرة تسلة بدأت ملك توفيق لألك والنادي الرياضي بيروت يعني أنت صديق ألفان وآه قديم يعني يعني ستة ألفان وسبع زمان ورس كنا على المزرعة شكرا إلك شكرا إلك إذن مشاهدينا ملتقنا معكم الأسبوع المقبل بذكر رح نزل بعض المقاطع عبر تشانل انت الحكم تيك توك وأيضا عبر تشانل انت الحكم على اليوتيوب وفيكن تحضر الحلقة لا فيسبوك ما حنزل حضرها على يوتيوب بس ملتقنا معكم الأسبوع المقبل شكرا وإلى اللقاء شكرا